طيب مثال فل هنكمل مع بعض اخر جزء خاص بالستاتيستيك كان فضل لنا تقريبا خمس صفحات فنكملهم بسرعة مع بعض طيب اول حاجة الهازرد ريشو الهازرد ريشو انا عايز فيها كلمة واحدة بس بعرفها اولا هو زي ريلا تيف ريسك يعني معدل خطر تمام معدل خطر مثلا ان الناس مدخنين يجيلهم لانج كانسر عشرين في المية تمام هو نفس الفكرة هو برضو ريلا تيف ريسك بس هنا ريشو اللي انت بتقسها مش معدل خطر اصابتك بالمرض ما المعدل خطر ايه؟ معدل خطر انك انت تموت تمام يعني ايه؟ يعني انا لما اقول لك ان الهازرد ريشو من الدواء الفلاني عشرة في المية يبقى عشرة في المية من العينين اللي هياخدوا الدواء الفلاني هيموتوا تمام لو انا قلت لك ان الهازرد ريشو من الكيمو ثرب الفلاني خمستاشر في المية يبقى خمستاشر في المية من الناس اللي هياخدوا الكيمو ثرب الفلاني هيموتوا يبهم كلمة تعرفها اللي في الهزرد ريشو انك انت بتتكلم عن سيرفايفل تمام ان شخص ده هيعيش قد ايه او هيموت او 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 هيموت يعني فبالتالي هيعيش قد ايه تمام فهو مرتبط بالسيرفايفل اللي يعني انت هيكمل ولا هيموت بعد ما انت هتديله الدواء بتاعك طيب بعد كده مصطلح تاني صغير مصطلح اسمه الانسيدنس ومصطلح اسمه البريفلنس ايه الفرق ما بينهم يا بيه الانسيدنس معناها الحالات الجديدة تمام زي الصورة اللي قدامك دي الحنفية المفتوحة دي دي الحالات الجديدة الحوض اللي مليان ده البريفلنس طيب البريفلنس هو ايه البريفلنس معناها كل الحالات الجديد اللي بينزب من الحنفية والقديم اللي موجود من الحوض تمام يبقى البريفلنس انا لما اقولك ان البريفلنس في مجتمعاتنا بريفلنس ده بيست مليس في مجتمعاتنا مثلا مئة ألف يبقى كل الحالات سواء جديدة والأديمة فاصل كله على بعضه مئة ألف تمام لكن إنسينس معناها فقط الحالات الجديدة أما بريفلنس معناها الجديد زائد الأديم طيب إيه اللي بيقلل لك بريفلنس دلوقتي أنت لو واخد بالك أن الحنفية دايما مفتوحة تمام طب هل يا بي معنى كده أن الحضة بيتملح على الآخر لا في حاجتين بيقلل لك بريفلنس العيان لا يخف لا يموت لا يخف لا يموت دول حاجتين لوحدين اللي بيشيلوا من الحوض ده تمام لين نخلي بعلك العيان طول ما هو عنده المرض هو موجود في الحوض طيب عشان كده زي ما أقول لك الحاجة اللي تخفف أو تقلل بريفلنس الأمراض اللي بيخف منها بمية في المية أو المرض اللي بيموته طب يا بي تخيل معاه لو مرض نزمن يعني ايه مرض نزمن زي دايبيس العيان ما بيخفش منه طول عمره بيبقى دايبتك الأمراض المزمنة تعمل لك ايه في بريفلنس بالأسف بتزودها طب ليه بتزودها لأن الشخص ده لا منه خافف ولا منه ميت فدايما موجود في الحوض تمام دي الأمراض المزمنة طب الأمراض الأكيوت يا بيه يعني أكيوت مرض بيقعد يومين ثلاثة هل متوقع أن المرض الأكيوتي يزود لك بريفلنس لا تمام ده ممكن لدرجة أنه لو مرض أكيوت وبيخف بسرعة جدا ممكن يبقى الإنسدنس بتاعه تمام أكتر كمان من بريفلنس إن حالات كتير جدا بتحصل جديدة لكن أغلبهم بيخف بسرعة فما بيلحقش هيبقى موجود في الطبق بتاعك تمام طيب من أكتر حاجات اللي بيتزود بريفلنس الأدوية اللي بتخلي الناس تعيش كتير ما تخفش لكن تعيش كتير زي مثلا مثلا أنت الليوقتي عينين دايبيتس أيام زمان مثلا كانوا بيعيشوا عشر سنين دلوقتي أنت بسبب التطور والأدوية الجديدة معظم دايبيتك مثلا بيعيشوا عشرين سنين في الطبق ملاع لأن العين داي لا خف ولا مات لا خف ولا مات تمام يبقى الانسدنس معناها الحالات الجديدة البيفلنس معناها كل الحالات الموجودة سواء الجديدة اللي نازل عليه أو القديم الموجودة تمام اللي بيقلل البيفلنس زي ما قلت لك اللي هو الشخص يعيش أو يموت طيب هل ممكن من الانسدنس تحسب لي بريفلنس أيوة أنا دلوقتي لو قلت لك أن على مدار العشر سنين اللي فاتوا تمام كل سنة كان بيحصل عندنا مية حالة دايبيتس يبقى البيفلنس بتاع المرض على مدار السنين اللي فاتوا بيسوي كم يسوي المدة الزمنية في الانسدنس أنا كل سنة كان بيحصل عندي مية حالة جديدة لمدة عشر سنين يبقى النهاردة عندي كم عيان مية في عشرة يبقى أنا عندي ألف عيان ودي الطريقة اللي ممكن تحسب بها البيفلنس من الانسدنس أنك أنت تضرب الحالات الجديدة اللي بتحصل كل سنة في في عدد السنين تمام طيب دايبيه معنى كلمة اينسدنس وبرفلنس يبقى اينسدنس معناها الحالات الجديدة في وقت معين ابرفلنس معناها معناها كل الحالات الموجودة في المجتمع مساءل كده مساءل لو أنا عندي أربعين حالة جديدة حصلت سنة دي يبقى الحالات الجديدة اللي حصلت سنة دي كام تمام يبقى 40 على total عينين 40 حالة على total عينين 40 على 1000 مثلا لو total عينين 1000 يبقى 4% أو 4 من 100 تمام هو بيسوي ايه؟ بيسوي عدد الحالات على total population تمام بس عدد الحالات الجديدة خلي بالك مش عدد الحالات كلها أما الـ prevalence يا بيه؟ لا prevalence الحوض المليان بيسوي كل الحالات سواء الجديد أو الأديم تمام يعني مثال لك أنا لو قلت لك أنت بتتكلم في population مقدارها 2500 تمام من الـ 2500 دول فيه 500 مريض يبقى نسبة المرض أو prevalence بتاع المرض كان في المجتمع هتقسم 500 على 2500 يديك 20% تمام أو 0.2 أو بتحولها النسبة موية 20% طيب هل يبقى من الـ incidence ممكن تحقق طلع prevalence أيوة اضرب الـ incidence في duration يعني إيه؟ يعني أنا لو قلت لك أننا كل سنة لمدة 10 سنين كل سنة عندنا 100 حالة جديدة يبقى 100 في عدد السنين عشرة يبقى على مدار العشر سنين اللي فاتوا اتكون عندي 1000 حالة الأمراض الكورن نكملها بتزاود الـ prevalence طيب ليه بتزاود الـ prevalence؟ لأن الحوض بيتمري والعيان ما بيطلعش من الحوض لا بيخف ولا بيموت المريض مزمن دا دايما دا مريض عايش لا خافف ولا ميت بس محسوب ضمن العيانين طيب المرض الأكيوت يا بيه إيه اللي بيحصل فيه؟ لا المرض الأكيوت لأن العيان بيخف بسرعة جدا ممكن توصل لدرجة أن الـ incidence يساوي prevalence تمام؟ ما فيش عيان بيل حييتحوش في الحوض تمام؟ زي كأنك أنت تحت الحنفية دي فاتح على طول الفتحة تمام؟ فكل اللي بينزل بيطلع على طول كل اللي بينزل بقى ما فيش حاجة بتتحوش في الحوض تمام؟ طيب طيب بعد كده فيه مصطلح تاني اسمه الـ pre-test والـ post-test probability تمام؟ اللي اتنين قريبين من بعض في المعنى الـ pre-test probability يعني أنا من قبل ما أعمل لك الاختبار احتمال قديب عندك المرض تمام؟ الاحتمال ده معتمد على نسبة وجود المرض في المجتمع حتى لو أنت إنسان سليم وزي الفل طول ما أنت جوز من المجتمع ده عندك رزق أنك أنت يجي لك المرض الفلاني يعني إيه؟ يعني أنا قلت لك مثلا إن مثلا في مصر نسبة virus C عشرة في المية حلو؟ تمام؟ لو أنت جيت تختبر هبطاية الـ C تمام؟ بما أنك أنت جزء من المجتمع ده من قبل ما اختبرك احتمال أنك أنت فعلا يبقى عندك هبطاية الـ C عشرة في المية طب جبت النسبة دي من فين يا بيه؟ من الـ prevalence بتاع المرض في المجتمع بتاعك بما أنك أنت جزء من المجتمع ده تمام؟ فما هو موجود في المجتمع ده بيسر عليك نسبة المرض في المجتمع عشرة في المية يبقى أنت جزء من المجتمع يبقى أنا من قبل حتى ما عمل لك الاختبار احتمال أنه يبقى عندك المرض نسبته عشرة في المية تمام؟ طيب فيه حاجة اسمها بوست تست بروبابيليتي بوست تست بروبابيليتي يا بي دلوقتي لو أنا عملت لك الاختبار أطلع بوزيتيف احتمال قد إيه؟ يبقى فعلا عندك المرض اللي هو true positive تمام؟ ده اللي احنا قلناها فوق دي البوست بردكتب عشان كده أنا قلت لك أن البوست بردكتب فيليو باليو بتعتمد على البوست تست بروبابيليتي إن اختبارك إيجابي وإنت فعلا عندك المرض أو اختبارك سلبي وإنت فعلا ما عندكش المرض تمام؟ برضو على فكرة بصورة غير مباشرة برضو معتمدة على الـ prevalence تمام؟ مدى انتشار المرض في المجتمع لو المرض منتشر في المجتمع بصورة كبيرة ده هيخليني أسدق الاختبار الاختبار إيجابي وإنت فعلا عندك المرض تمام؟ أو ده المرض مش موجود خالص في المجتمع وإنت اختبارك سلبي ده يخليني برضو أسدق الاختبار إنك انت فعلا ما عندكش المرض تمام؟ يبقى تاني بري تست بروبابيليتي هو احتمال اصابتك بالمرض حتى لو انت انسان زي الفل. لكن جاية من فين؟ بالمجرد انك انت جزء من المجتمع ده. لو المجتمع مثلا 20% فيه حالات HIV. يبقى من غير ما اختبرك بيه احتمال اصابتك انت بالHIV 20% زيك زي باية الشعب. احتمال ان في يوم الايام في حياتك يجي لك سكيزوفرينيا 1% زيك زي باية الشعب. طب يا بيه لو اختبرتك اختبارك طلع ايجابي. قد ايه اصدق الاختبار ده تمام؟ برضو نفس الكلام معتمد على نسبة انتشار مرض في المجتمع تمام؟ لو المرض نسبته في المجتمع كانت عالية جدا بيخليني اصدق الاختبار. لو مرض نسبته في المجتمع قليلة جدا بيخليني ما أصدقش الاختبار. لكن بري تست انا من قبل ما اختبرك انا عارف ان احتمال المرض فيك 10% زي المسال هو هنا من دهولة. أروماتويد أرس رايس نسبته في اليو كي 1% يبقى انت لو اي حد دخلك عين فولة ما عندوش اي حاجة تمام؟ عايز يعمل سكرينينج لنفسه عن الروماتويد أرس رايس. من قبل ما تختبروا احتمال كم في المية هيجي عنده المرض فعلا 1% زيه زي بقية الشعب تمام؟ طيب البوست تست probability ديها معلقة كده بتتحسب بينها انك انت تقسم البوست تست odds على 1 زيه زيه البوست تست odds. هو نسبة ان انت يبقى برضو فيك المرض تمام؟ فمعتمد على البيتست probability. البيتست odds ممكن تحسبها من البيتست probability هي بتساوي بريتست probability على واحد ناصب بريتست probability. نفس الكلام يبيه. لو المرض موجود في المجتمع بالنسبة عالية البيتست odds تمام؟ احتماليته عالي. والبوست تست odds نفس الكلام نفس فكرة البوست تست probability. تمام؟ هي حتة سخيفة مالهقهم مش زوء اهمية او يعني. طيب بعد كده حاجة اسمها normal distribution. normal distribution curve ده شكله او ريكم الشكل بتاعه. ده يبيه شكل normal distribution curve تمام؟ normal distribution curve تمام؟ هو curve بيجي نقطة الزيرو دي ده نقطة المتوسط. نقطة المين المتوسط تمام؟ طيب معظم الناس بتبقى حوالين المتوسط. فيه مصطلح في الكيرف ده اسمه standard deviation. standard deviation يعني مدى الانحراف عن المتوسط تمام؟ واحد لو انا قلت لك standard deviation واحد تمام؟ ده بيجمل بيشمل 68% من ال data. يعني يبيه 68% من الناس على بعض واحد بس standard deviation من المتوسط. تمام؟ يبقى تاني يعني ايه مصطلح standard deviation؟ standard deviation مدى البعد عن المين. المين اللي هو المتوسط. طيب يا بيه ما تدينا طريقة سهلة تمام؟ دلوقتي انا لو قلت لك ان المين بتاع الهارت ريت في الشعب ده 100 تمام؟ معظم الناس بتبقى حوالين المين المتوسط تمام؟ 68% من الناس حوالين المين بمقدار واحد standard deviation تمام؟ طيب يا بيه 95% من الناس حوالين 2 standard deviation. انت هنا وسعت المجال. انت هنا شملت 68% الموجودة في المكان ده وزودت عليها 13.5% و13.5% فبقى التوتل 95%. يبقى 95% من الناس حوالين 2 standard deviation تمام؟ طيب 99% من الناس حوالين 3 standard deviation تمام؟ يعني ايه بيه؟ يعني انت لو خدت بالك انك انت كل ما بتقلل standard deviation كل ما بتجمع كمية ناس كبيرة. يعني من الاخر غالبية الناس قريبة جدا من المين. وكل ما انت بتبعد عن المين تمام؟ كل ما نسبة الناس البعيدة عن المين بتقل. تمام؟ يعني دلوقتي يا بيه؟ انا لو قلتلك ان متوسط الدخل في مصر مثلا؟ مثلا 1000 جنيه. ده متوسط الدخل للفرد. 68% من الناس قريبة جدا من 1000 جنيه. تمام؟ طب هل كل الناس مرتبها 1000 جنيه؟ لا. تمام؟ انت عندك النسبة ديه. والنسبة ديه عالية. اعلى شوية. على بعد اتنين. على بعد انحراف مقداره 2 standard deviation. تمام؟ الناس ديهون نسبتهم قدي 13 و 6 و 13 و 6. تمام؟ ده يديك في الآخر ان 95% من الناس اللي عايشة في مصر. تمام؟ على بعد اتنين standard deviation. اتنين لانك انت وسعت مقدار الانحراف. تمام؟ بس الغالبية العزمة على بعد واحد بس. طب انت يا بيه لو عايزت تجيب بقية الشعب. فين بقية الخمسة في المية؟ لا. محتاج توسع الstandard deviation بتاعتك عشان تجيب بقية الشعب. لو خدت بقى لك ان بقية الشعب اللي هو حوالي 2 و 1 في المية و 2 و 1 في المية دول outliers دول extremes دول ناس اللي دخلهم عالي جدا 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 تمام؟ وعشان كده انت محتاج توسع جدا الstandard deviation بتاعك عشان توصد له. تمام؟ ده معنى بيه normal distribution curve. يابدتاني normal distribution curve هي رقم مش ما بتتغيرش هي ستة بالمنظر ده. تمام؟ الرقم 0 ده المتوسط. تمام؟ المتوسط كام من الناس حواليه؟ على بعد واحد standard deviation 68% من الشعب. تمام؟ لو انت وسعت عايزة اجيب بقية الشعب يا بيه فك ايدك شوية. تمام؟ هات بقية الشعب اتنين standard deviation. يبقى على بعد اتنين standard deviation حطيت كمان 13 و 6 من 10 و 13 و 6 من 10. لسه يبقى انت هنا تجمع 68 اللي في المصف مع 13 و 6 و 13 و 6 يجبو لك 95 و 14 من 10 من الشعب. فين بقيت الشعب يا بيه انت كده نقصك حوالي 4 و 6 من 10. الاربعة و 6 من 10 دول الناس اللي داخلهم عالي جدا ودول عشان تجيبهم لازم تزود قوي الstandard deviation بتاعك. توصل لتلاتة standard deviation تمام؟ ده يبقى معنى normal distribution curve. طيب. نمسح بس الكلام ده الاول. طيب. ده normal distribution. يبقى تاني normal distribution في تلاتة ارقام ثابتة. هي ما بتتغيرش. تمام؟ انت عندك في النصب يبقى متوسط. على بعد واحد standard deviation على ناحيتين. تمانية وستين من الشعب بيقى على بعد واحد standard deviation. 95% من الشعب يعني giro 43% تقريبا. 43% مع 68% يدini 95%. بيقى على اثنين standard deviation. يعني انت بتزوج كمان standard deviation عشان تجيب ال 34% دي. تزوج كمان standard deviation تالت عشان تجيب بقيت الشعب الغني جدا. اللي هو دخله اعلى بكتير جدا من المتواصل. تمام? ده يا بيه معنى كلمة. تمام? خلي بالك برضو ما بتوصلش للمية في المية. لان حتى ستلبي بيبع عندك حوالي تلاتة من عشرة في المية من الشعب. ما بتقدرش توصل لهم حتى لما بتعمل تلاتة. فكرة انت بتبعد عن المتواصل عشان تجيب اكبر عدد ممكن من الشعب. تمام? على بعد واحد بتجيب 68 في المية من الشعب. بتوسع ديرة عشان تجيب حمسة وتصوagem في المية من الشعب. بتوسع ديرة كمال مره عشان تجيب تسعة وتسسعة وتسع insecte من الشعب. تمام? طيب. نشوف مثال كده يبي. ذلوقتي انا لو قلت لك اللي خمسة وتسعين في المية واربعة من عشرة بيقعوا في اتنين في المية في اتنين standard variation. تمام? طيب. يبدى الارباع وستة الب julie ماو انت خمسة وتسس Isa e ORB. الارباع ستة البقية موجودة فين؟ موجودة على بعد كمان واحد standard deviation. ودول عشان تجيبهم لازم تزيد كمان واحدة standard deviation. توصل لثلاثة standard deviation. متوزعين ازاي? اثنين وثلاثة في المية على ناحية واثنين وثلاثة في المية على الناحية التانية. تمام? اللي هي الصورة دي. اللي هي الصورة اللي أنا وردها لكم من شوية. انت غايت انت غايت اثنين standard deviation تمام? غايت اثنين standard deviation كنت جاي بخمسة وتسعين في المية واربعة من عشرة. كان فاضلك خمسة واربعة من عشرة اربعة وستة من عشرة من بقية الشعب. الاربعة وستة من عشرة من بقية الشعب موجودين فين؟ في الحتة دي. وفي الحتة دي. تمام? ده معنا يبيه كلمة standard deviation وnormal distribution curve. طيب. بعد كده فيه شوية كلام هنا مش نزوء اهميه اوي. الconfidence interval مكتوبة في الساطر ده لسه هنشرحها تحت. بعد كده يبيه فيه حاجة اسمها skewed distribution. يعني ايه skewed distribution يا بيه? المفروض اوريك الكيرف بتاعها شكله ايه? تمام? دلوقتي يا بيه ده normal distribution curve. تمام? normal distribution curve المفروض فيه تلات حاجات بيساووا بعض. المين والميدين والمود. طب هو يعني ايه الكلام ده? يعني مش جزء اهمية اوي بس ممكن اقولها لك. المين يعني المتوسط. تمام? يعني يا بيه احنا احداشر فرق. واحد بيقبط الف جنيه. واحد بيقبط الفين. واحد بيقبط تلات تلاف. وهكذا. لو انا قلتلك متوسط الدخل للناس دول كام? بتعملها انك انت بتجمع مرتبات الناس دول وبتقسمهم على عددهم. فيديك متوسط الدخل. طب الميدين. لا الميدين الرقم اللي في النص بالزبط. تمام? يعني احنا لو حداشر واحد وكل واحد بيقبط رقم معين بترتبهم وتاخد بالزبط الرقم اللي في النص. ده معنى كلمة ميدين. ميدين يعني المنتصف. اما المود يا بيه المود هو اكتر رقم بيتكرر. تمام? يعني لو اطلق المود بتاعت الناس دول كام اكتر رقم بيتكرر فيه. لو فيه مثلا اربعة بيبطوا الف جنيه. والباقي تلاتة بيبطوا الفين. وواحد بيبط مش عارفين. بتاخد اخطر رقم بيتكون وبيتكرر وده اسمه المود. تمام? ده معنى الثلاث مصطلحات. مش تزوء اهمية او الكلام ده. تمام? طيب. في النورمال ديستربيوشن المفروض التلاتة دول بيصاوا بعض. الميد والميد والمود التلاتة بيصاوا بعض. طيب. فيه حاجة اسمها بوزيتف اسكيرو ونيجاتف اسكيو. تمام? البوزيتف اسكيو يعني مفيش مساواة. الديل الرمى ناحية اليمين. تمام? في النيجاتف اسكيو الديل بقى طويل ناحية الشمال. تمام? طيب ناخد ناحية اليمين في الاول يا بي. اللي هو البوزيتف. انت بقيت ناحية اليمين. بقيت ناحية البوزيتف صايت. تمام? اللي يهميني هنا ايه? الترتيب بتاعه. الترتيب اللي بيحصل في الترتيب يا بي. في البوزيتف المين بيبقى اكتر من الميد يبقى اكتر من المود. طب ازاي تحفظها؟ أولاً positive ناحية اليمين القوة ناحية اليمين طب ازاي تحفظ الترتيب دي لأنه أحياناً بيسألها احفظها بالترتيب الحروف الأبجدية يعني ايه؟ بص ثم ثلاثة M فسيبك من الحرف الأولين امسك الحرف الثاني الحرف الثاني هنا E والحرف الثاني هنا E بيزايبات امسك الحرف الثالث هنا M E A هنا M E D يبقى كترتيب حروف أبجدية المين قبل الميدين تمام؟ طب المود المود O فالO في ترتيبه الابجدي بعد حرف ال-E. يبقى يا بيه البوزيتف يعني أين بوزيتف؟ بوزيتف يعني الديني رامي ناحية اليمين. تمام؟ في البوزيتف سكيو الترتيبة بتبقى زي حسب ترتيب الحروف الابجديية. M-E-E-A بعدها E-D بعدها O. يبقى المين أكتر من الميدين أكتر من المود. طيب النجاتف سكيو. النجاتف سكيو الدين ناحية الشمال. اللي بيحصل يا بيه العكس. النجاتف سلبي. تمام؟ يبرتب الابجديية بالاتجاه العكس. تمام؟ يبقى المين أقل من الميدين أقل من المود. دي أهم حتى تعرفه. يبقى يعني ايه بوزيتف سكيو؟ بوزيتف سكيو أعرف لي بس انك انت ناحية القوة ترتيب الحروف الابجديية. تمام؟ المين أكتر من الميدين أكتر من المود. طيب النجاتف سكيو ترتيب الحروف الابجديية. المين أقل من الميدين أقل من المود. طيب. بعد كده حاجة اسمها confidence interval confidence interval هو عبارة عن range بيطلع بمعادلات هنشوفها دلوقتي بتحسب ازاي تمام دلوقتي ان لو تلك ان confidence interval هو بيبقى عبارة عن range بتاع الاستادي بتاعتي 1.2 وهقولك دلوقتي بتحسب ازاي 1.4 تمام ايه اهمية confidence interval حاجة دلالة على significance بتاعت الاستادي يعني ايه يعني انا لو قلتلك ان 95% تمام من confidence interval بتقع في ال range ده ده معنى ايه معنى ان انا لو عدت test 100 مرة لو عدت test 100 مرة 95 مرة من المرة هيقع في ال range ده تمام طب يا بيه لو قلتلك 99% في ال range ده ده معنى ايه ان انا لو عدت test 100 مرة 99 مرة هيقع في ال range ده كل ما ال confidence interval بتاعتك ما بتزيد كنسبة مقوية كل ما معنى كده ان الاستادي بتاعتك دقيقة والدليل على كده انك انت كل ما بتعدها كل ما بتعدها كل ما بتعدها كل ما بتعدها بتقع في نفس ال range ده معنى كلمة confidence interval يبقى confidence interval هو range بيتحسب بطارية معينة تمام كل ما بتعلى بالنسبة المقوية كل ما معنى وبتقع في نفس الحتة كل ما معنى ان الاستادي بتاعتك طيب فهو بيستعمل ايه بيستعمل انك انت بتشوف بيه مدى دقة الاستادي ده ده مثال ان انا لو قلتلك ان confidence interval بتاعتك 95% تمام ده معنى ايه معنى انك انت لو عدت الاختبار بتاعك 100 مرة 95 مرة من المية هقع في نفس ال range مش هتغير طيب ال confidence interval بيتحسب ازاي اولا هي طبعا هو طرية حزبان والصراحة سخيفة شوية تمام هو range انت بتحسب ال continue قيمة الاولى وقيمة التانية اولا انت بتحسب حاجة اسمه standard error of the mean standard error of the mean ده بتحسبه ازاي ده بتحسبه عشان تحسب منه بعد كده confidence interval تمام بتحسبه ازاي بتحسبه انك انت تقسم standard deviation على square root بتاع عدد العينين على الجزر التربية بتاع عدد العينين تمام يعني ايه بيه الكلام ده انت اول حاجة احسب standard error of the mean standard error of the mean بتحسبه ازاي تمسك standard deviation اللي ادهو لك في المعادلة تمام وتقسمه على الجزر التربيعي بتاع عدد العينين تعال ناخد مثال دلوقتي انا لو قلت لك ان احنا عندنا عدد عينين 64 عين عندك 64 عين حلو 64 عين دول يا بيه فيه اشتغلي لو سمحت على standard deviation مقداره 12 تمام طيب هو بيسألك عن ايه عايزك تحسب standard error of the mean تحسب ازاي standard error of the mean standard error of the mean بيساوي standard deviation اللي هو 12 على الجزر التربيعي بتاع ال N N يعني عدد العينين تمام يبقى 12 على الجزر التربيع بتاع 64 اللي هو عدد العينين يبقى 12 على 8 بيساوي واحده دوس ده standard error of the mean من standard error of the mean اللي انت جبته بتبتدي تحسب confidence interval طيب confidence interval بحسبه ازاي على حسب انت عايز كم في المية تمام هو على فكرة مش بتسئل قوي لانه صعب شوي تمام مثلا لو انت عايز 95% انا قلت لك ان ال confidence interval ما هو الا range فانت لازم تحسب lower limit بتاع ال range وال upper limit بتاع ال range تمام طيب بتحسبه ازاي بيه بتمسك الاول lower limit بتمسك المتوسط اللي هو متدولك في المعادلة وتطرح منه 1 و 96 في standard error of the mean اللي دهولك فوق طيب ازاي بتحسب ال upper limit يا بيه تمسك المين تجمع 1.96 في standard error of the mean ففي الاخر مثلا تطلع ان ال range بتاعك اللower limit بتاعه مثلا كان واحد واثنين وال upper limit مثلا كان ثلاثة تمام كان ثلاثة واثنين ففي الاخر ده confidence interval بتاعك تمام طيب هل يا بيه الرقم ده 1.96 رقم ده سابت لا الرقم ده بتغير على حسب انت عايز تحسب كم في المية يعني مثلا مثلا هو 95% بتضرب في 1.96 لو انت عايز تحسب 90% بتضرب في 1.64 لو انت عايز تحسب مثلا 9% بتضرب في 2.56 فهو الرقم ده مش سابت الرقم ده متغير على حسب انت بتحسب كم في المية تمام عشان كده بقول لك نسبة وجود حاجة زي كده في المتحان صعبة جدا بصراحة تمام طيب معادلة زي كده لانه صعبة جدا يبقى ثاني ازاي بتحسب confidence interval اول حاجة بتحسب standard error of deviation اه ده ممكن يجي standard error of deviation ده ممكن يجي لهم ساحب تمام بتقسم الstandard deviation على جزر تربيع بتاع عدل العينين طلعت الstandard error of zameen من الstandard error of zameen ممكن تحسب confidence interval الconfidence interval هو عبارة عن range ده رقم من تحت وده رقم تاني تمام انت بتقول مثلا من اثنين لخمسة الاثنين اللي هي lower limit الخمسة اللي هو upper limit تمام بتحسبها ازاي بتمسك المتوسط تطرح منه 1.96 في standard error of zameen والupper limit mean زائد standard error of zameen تمام طيب بس خلي بالك الرقم ده مش ثابت الرقم ده متغير حسب انت عايز تحسب كام في المية من confidence interval طيب بعد كده في حاجة اسمه funnel plot اهم حاجة في funnel plot اعرف لي انه ديء ده بيطلع الاخطاء الموجودة في الميتا اناليسي طيب هو يعني ايه متا اناليسي يا بي متا اناليسي اللي هي الدراسات الكبيرة جدا تمام دلوقتي انت زي ما انت عارف ان فيه دراسات بتتعمل على المستوى العالم كله بصوا يا جماعة احنا عايزين نشوف التأثير الدول الفلاني على الناس بتقول الhypertension تمام فتروح دول كتير جدا تعلن ان هي ناوية تدخل الاصطادي كل دولة تبتدي الطابة بروتوكول عندها تمام مثلا جامعة قاهرة هنا تدخل في الاصطادي فتبتدي تجمع عينين جامعة تورونتو في كندا تبتدي الجامعة عينين جامعة مش عارف فيه في امريكا تبتدي الجامعة عينين تمام بعد كده كل الناس دي بتجمع الداتا بتاعتها تمام احنا جمعنا مئة عيان كندا جمعه الف عيان امريكا جمعت عشر تلاف عيان كل واحد بيبعت الداتا بتاعته في الاخر للمسلا لو الاصطادي دي معمولة تابعة الـ European Society تمام تبع بتبعتها الـ European Society وبعد كده هما يبتديوا يعملوا لها interpretation ده معنى كلمة meta analysis meta analysis للاصطادي كبيرة جدا اللي بتتعمل على المستوى العالم تمام ودي على فكرة اللي بتغير في الـ تمام لان مثلا الاصطادي دي بتتعمل على مثلا مئة الف عيان متين الف عيان ارقام خرافية فدي بتغير guidelines الـ result بتاعتها بتغير guidelines طيب دلوات يا بي في حاجة اسمى funnel plot او reek المسلس بتاعه funnel plot ده ما هو اللي عبارة عن مسلس بالمنظر ده تمام ايه قيمة المسلس ده انت دلوات يا بي بتحط كل نتائج اللي الصدس بتاعت جوه المسلس تمام لو النتائج متوزعة بصورة asymmetrical ده معناه ان غالبا الـ status بتاعتك مش سليم تمام طيب زي ما قلتلك دلوات لو النقط ده متوزعة symmetrical جوه مسلس تمام ده معناه غالبا ان ما فيش خطأ موجود في الـ status لكن اللي انت شايفه في المسلس ده الـ status متوزع asymmetrical يعني asymmetrical معظمهم موجود في النص ده والنص ده في حتة هنا فضية اي اكتر حاجة بتعمل لك المنظر ده اكتر حاجة بتعمل لك المنظر ده الـ small status تمام الناس اللي بتدخل عينين قليلين في الـ status بتاعته ده اكتر حاجة بتبوز لك في النتيجة العامة بتاعت الميتا الـ عشان كده ما يفضلش خالص انك انت تعتمد على الـ status العدد العينين بتاعها قليل ده بشكل المسلس لما تبقى العينين normally distributed بالمنظر ده بص هنا النقط متساوية تمام متوزعة بالتساوي فده symmetrical تمام ده معناه ان غالبا مفيش خطأ في الـ study بتاعك طيب ده يا بيه الفاني البلات لو قلتني مخلخصها ايه اعرف لي بس ان من الحاجة من الحاجات اللي بتعمل اخطاء في الميتا اناليسيس بتقدر تعمل لها detection عن طريق الفاني البلات الميتا اناليسيس انك انت جمعت ده تمنى الصادس كتير جدا وبتحطها في المسلس ده لو لقيتها normal distributed جوا مسلس ده معناه ان اللي الصاد بتاعتك سليمة لو انت لقيتها abnormal distributed جوا مسلس تمام او asymmetrical distribution ده معناه ان في خطأ الخطأ ده جاي من فين غالبا بيبقى جاي من اللي الصادس الصغيرة هي اللي بوضيت لك الدنيا تمام طيب اما اللي الصادس الصغيرة دي ليه اتناشرت اتناشرت لان اللي الصادس الصغيرة احيانا بتبقى طلعة بstrong effect او حاجة مبهرة نتيجة مبهرة تمام فانت تتبهر بالنتيجة فتروح تاخد النتيجة بتاعته متعتمدها لكن للاسف لانك انت عامل الصادس بتاعتك على عدد صغير جدا من العينين بعد كده تكتشف ان الصادس دي في الاساس الصادس خاطئة طيب ده publication باية طيب بعد كده study design طبعا مصطلحات دي بتشوفها بتقروها كتير جدا في في ال 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 تمام تلاقي كلمة level of evidence وتلاقي كلمة كلمة تانية اللي هو grade of recommendation طيب level of evidence بيبقى متقسم ل1 و2 و3 و4 1 ده اكتر حاجة بتقدر تعتمد عليها 1 بتتقسم ل1 a 1 b 1 a طبعا ده اقوى حاجة على اطلاق في guidelines بتقدر تعتمد عليها ليه لان النتيجة بتاعت 1 a في المعتاد بتبقى جاية من الصادس كبيرة جدا meta analysis randomized يعني meta analysis زي ما قلت لك ده الاستادس العالمية اللي بيبقى فيها الاف الاف العينين تمام وبتجمعهم في الاخر في مكان واحد وتبتج تعمل analysis للdata تجمع الدata في مكان واحد تبتج تعمل ليها analysis تمام والاستادس في المعتاد randomized يعني randomized randomized انك انت وفيت واحد من اهم شروب بتاعت الاستادس ان العينة بتاعتك تبقى عينة عشوائية وليست عينة selected عشان تعبر عن المجتمع طيب one b one b انك انت عامل نتيجة مبهرة بس للاسف من only one study تمام اه عامل study حلوة وكبيرة تمام وراندميز وكل حاجة بس للاسف انت عملتها من study واحدة مش زي الميتة analysis ده ممكن يبقى خمسين studies تعملوا في خمسين دولة وانت في الاخر جمعتهم كلهم في مكان واحد لكن one b نتيجة كويسة بس عدد studies اللي اتعملت كانت قليلة شوية طيب two a two a انت جبتها من study كويسة بس فققت الشرط المهم بتاع randomization تمام فققت الشرط المهم بتاع randomization الاستادي بتاعك كان will control trial بس العيب بتاعها ان ما كانش فيها حدة randomization طيب two b لكن two b في المعتاد بتبقى study صغيرة خالص تمام ما بتبقاش randomize ما بتبقاش control trial في المعتاد بيبقى شخص هو اللي عملها عمل كهرة study محترمة وابتدى ينشرها لان طلع منها بنتيجة محترمة تمام خلي بقى كل ما انت ما بتقل في evidence كل ما انت ما بتقل في قوة study اللي انت عملها يعني لو خدت بقى لكن ايه انت عامل study كبيرة جدا على المستوى العالم كله one b انت عامل study كبيرة جدا محترمة randomize بس عددها اقل من meta analysis two a فقدت فيها short randomization two b فقدت فيها شرط ال study الكبيرة تمام study بتبقى اصغر شوية في المعتاد بيبقى شخص هو اللي عمل تمام individual cohort study في المعتاد طيب تلاتة study study بيبقى صغيرة جدا 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 لدرجة انها ممكن تبقى من كيس واحدة تمام او من كم كيس ريبر صغيرين تمام فطبعا ال level of evidence بتاعها بيبقى قليلا اربعة لا خلاص بقى اربعة انت ما عندكش study اساس تمام ما عندك ايه رأي الخبراء ايام زي ما انا رأي الخبراء في ال كان عالي جدا دلوقتي بقى اقل حاجة مفيش حاجة عشان شخص اللي ده مالكون consultant يبقى كلمته امين لا كلام دلوقتي كله guidelines اخر حاجة تهتمد عليها هو كلام consultant اللي بيقول تمام اول حاجة تهتمد عليها level of evidence تمام مش معنى كده ان هما كلامهم مش وحش او كده بس يعني طول ما هو بيتكلم ضد guidelines ما ينفعش انك انت تهتمد عليه محطوط رخم اربعة في الترتيب طيب بحكده grade of recommendation grade a دي المعمولة من study برا جدا grade b study برا جدا برضو بس non randomize هنا study برا جدا randomize هنا study برا جدا non randomize grade c ما فيش study اساسا لكن معتمد فيه على رأي الخبراء طيب كده احنا خلصناها كلها بس فضلا موضوع احنا كنا سبنا اللي هو بتاع linear aggression اه 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 linear regression linear regression الان 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 ببساطة جديدة لو انت عندك ساهمين متغيرين مع بعض هنا x وهنا y تمام دلوقتي انا فوق في correlation coefficient انا اقول لك ان الالاخ ما بين الاتنين دول ممكن تبقى طردية حلو لو انا زودت عدد ساعة الشغل الفلوس هتزيد تمام وممكن تبقى عكسية لو انا زودت عدد ساعة الشغل الفلوس بتقل ممكن تبقى العلاقة طردية ممكن تبقى العلاقة عكسية تمام طيب او كل ما انت بتذاكر اكتر كل المحتمالية تنجح اكتر وهكذا ده اللي هو correlation coefficient طيب انا اوطي لك العيب بتاع correlation coefficient ايه انك انت ما بتقدرش تطلع منه ارقام يعني ايه يعني انت بتقول يا بي زاكر كتير عشان تكسب كتير فانا سألتك يعني اشتغل كتير عشان تكسب كتير فانا سألتك يعني اشتغل كم ساعة بالضبط عشان ادخل كم انت ما اديتنش ارقام ما اولتليش زاكر اشتغل مثلا اربع ساعات زيادة فادخل الف جنيه زيادة انت ملتدش كده انت ايه اللي كلام في الهو اشتغل كتير هتدخل كتير طب هشتغل كام اصاد وكام ملتدش كده اللي بيقول لك كده تمام هو نفس فكرة بس مستو انه بيطلع لك ارقام تمام ازاي بي دلوقتي فايدتو ان انا لو غيرت في اكس او غيرت والواي الفلوس اللي انت بتدخلها انا لو زوت لو غيرت في ال اكس ده تمام الواي هيتغير بمقدار قد ايه ده معنى كلمة linear aggression طب بتتحسب ازاي ليها معادلة كده ان الواي التغيير في الواي بيسوي ال ا زائد ال بي اكس ال ا زائد ال بي اكس تمام طيب معلوم طيب هو ايه ال بي و ايه ال اكس و ايه تمام هو رهالك في الصورة اوضحة نمسح بس الكلام طيب بص يا بي ادي الخلطين بتوعك تمام ده مسلا كان عدد اه عدد ساعة شغلك وده كان الدخل بتاعك حلو طيب انا هزود عدد ساعة الشغل انا مسلا كنت بشتغل هنا كنت بشتغل عشر ساعة فكنت بدخل الدخل الفلان تمام دلوقتي انا هزود عدد ساعة شغر هزود ال اكس ال واي هتبقى كام ده اللي انت معرفتش تطلعه من هنا بتعرف تطلعه عن طريق ان ال واي بيساول بي اكس زائد الاي هو ايه ال بي ده ال بي اللي هو السلوب بتاع السلوب بتاع الخط بتاعك تمام السلوب بتاع مدى انحراف الخط اللي انت حطه طب الايه الايه هو درجة ال واي لما ال اكس كان زيرو ال اكس كان زيرو يعني انت رجع ارجع بال اكس ارجع بال اكس ارجع بال اكس خلي ال اكس هنا تمام مع ال اكس هنا في النقطة دي بتسوي زيرو تمام انا ال اكس لما كان زيرو ال واي كان الكام ال واي كانت النقطة دي ال ا اسف كانت النقطة دي تمام دي النقطة بتاعتي الايه الايه هي نقطة على خط ال واي لما ال اكس يبقى زيرو اللي هي النقطة دي. تمام? اللي هي عساها من النقطة دي. طيب. البي ده ايه? البي درجة انحراف الكيرف بتاعك. درجة انحراف الكيرف بتاعك. طيب. انا ده لو زودت الـ X. احسب الـ Y الجديدة ازاي? لو زودت الـ X. تمام? احسب الـ Y ان انا اضرب البي درجة انحراف الكيرف في الـ X الجديدة. تمام? واجمع عليهم الـ A. الـ A دي نقطة سابقة ما بتتغيرش. الـ A دي نقطة سابقة ما بتتغيرش. والB نقطة ثابتة ما بتتغيرش. على فكرة ما بيدهاش يعني ما توقعش ان معادلة زي كده هتجي لك في الامتحان. لا طبعا صحب جدا. تمام? تمام. طيب خلي بالك ان الA والB دي نقطة ثابتة ما بتتغيرش. النقطة النقطة اللي X عندها زيرو. تمام? اللي هي الA دي نقطة ثابتة. النقطة اللي الكيرف بيلمس فيها الY. دي نقطة ثابتة. ودرجة انحراف الكيرف اللي هي الB دي برضو نقطة سابتة. ما اللي بيتغير معك هو الX. انا لو زودت الX او قللت الX. الY هيتغير قد ايه? بدرجة قد ايه? ده الLinear Aggression. تمام? ده مستو ايه انه بيطلع لك بالارقام بقى. انت لو زودت عدد ساعة شغلك ست ساعات. الY مثلا هتزيد ممعدل مثلا الفين. وهكذا. تمام? لو خدت بالك ان الB ما بتتغيرش والA ما بتتغيرش. الوحيد المتغير الوحيد هو الX. عشان كده الY معتمد على الX. تمام? طيب ما بتتغيرش على الكيرف الواحد. تمام? ما اقصدش ان الB ثابتة لكل الكيرفات. لا. ثابتة في الكيرف ده. لكن مسلا لو اعين العلاقة علاقة عكسية. فساعتها الكيرف هيبقى اخد اتجاه تاني. وهكذا. اقصد انها ما بتتغيرش على الكيرف الواحد. لا الB ولا الايه. لكن بتتغير بتغير الX طبعا. طيب. ده يبقى الLinear. ده الLinear Regression. يبقى الLinear Regression في فكرته ايه? انك انت بتحسب متغير لما المتغير التاني يتغير. تمام? بيتحسب ازاي ان الY اللي هو الخط الافقي. بيسوي الA اللي هي نقطة لما الX يبقى زيرو ورتها لك في السهل. تمام? يعني مسلا لو احنا هنا. لو ده الY وده الX. تمام? وهدي الكيرف عامل كده. حلو? النقطة دي اللي عندها الX بيسوي زيرو. ده الA. درجة الانحراف بتاعت الكيرف ده الB. تمام? طب يا بيه لو انا غيرت في الX. الY بتغير بدرجة الDA. بيسوي الA اللي هي نقطة سابتة زائد الB برضو اللي هي نقطة سابتة في الX الجديدة. فساعتها بتطلع انت الY الجديدة. تمام? طيب يا رب قادر اكون في التكن في الستاتيستيكس على قد ما قادر. آآ آآ برضو تاني انا بقى كده النقطة دي. الستاتيستيكس. عيبها الوحيد لو انت آآ هي تقيلة شوية لان اغلبنا ما بيتعاملش مع الستاتيستيكس. تمام? بس آآ لو انت لو انت ما ذكرتش الجزئية دي. آآ الاسف استي داتا في الامتحان ما بتتخمنش. ما تقدرش تخمنها. تمام? مش كل الصعبة يعني هي ممكن فيها بعض الاجزاء الصعبة. فانا يعني رأيي الاجزاء السهلة. حاولت بعملها كويس. الحاجات في المربعة دي مهمة. وحاولت بعمل اسئلة بتاعتها كويس. طيب. اوكي. اه شكرا.